في طار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفي وحدة سكنية إضافية على المواطنين قامت وزارة الإسكان بتسليم شهادات التخصيص بمدينة شرق سترة بالإضافة إلى المفاتيح في مدينة شرق الحد لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة وقد تمت عملية التسليم وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في عملية التوزيع وأكدت وزارة الإسكان مواصلة عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة عمل متسارع ومستمرة ضمن جدول زمني ينتهي خلال شهر فبراير المقبل مشيرة إلى تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي ولفتت وزارة الإسكان إلى أن هذه المشاريع الإسكانية توفر مسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية فضلا عن توفر المساحات المفتوحة والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء كما يتميز بعضها بمواقعها المطلة على وجهات بحرية وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير مقاومات جودة الحياة بالمشاريع الإسكانية مشيرة إلى حرصها الدائم على توفير المتطلبات الإسكانية والتنموية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية بدأنا اليوم تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بداية في مدينة شرق الحد طبعا هذه التسليمات هي جزء من دورة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في تعريف المنتفع والمواطن الكريم على الوحدة السكنية وتعريفه بالحقوق التي له والواجبات التي عليه من خلال جولة يقوم بها مهندسين الوزارة الاجراءات كانت ويد سهلة والوزارة لسكن ما قصرت ويوننا الحمد لله وشعورنا كان شعور لا يوصف وبس ونشكر الملك حماد ونشكر ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد أول خليفة اللي عجل لنا بعد الموضوع وما قصرت ويوننا والله يعز ديراتنا للأمانة كانت تسهيلات جدا سلسة في عملية تسليم البيوت لنا لا شك أن الفرحة كبيرة كنا ننتظر من فترة البيت والحمد لله رب العالمين مثل ما تشوفون الحكومة حريصة أمانتنا على أنه توفر السكن الملائم للمواطنين وما تتصورون شعوري أثناء ما تتصلوا به كنت أنا في الدوام وتفاجأت من الاتصال وفرحت واجد أحب أشكر طبعا سمو ولي العهد على تخصيص الـ 2001 في المرحلة الثانية وأشكر طبعا وزارة الإسكان أشكر القائمين على الأعمال في البحرين كامل جالة الملك ولي العهد وزارة الإسكان كامل طبعا فرحتنا اليوم ما توصف كبيرة كانت الإجراءات جدا سريعة يعني ما أخذنا وقت كلش يعني الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر